أشوف كلمة الرب في الواقع أخي نظار أنه كلمة الله هي المراية الحقيقية لهويتنا عشان كده من أعظم الآيات في الكتاب المقدس لأي مؤمن إبل الرب يسوع في كرونسوس تانية ساعة الخامس وعدد سبعة تاشر أشجع كل مؤمن أن يحفظها إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت وزق الكل صار جديد أنا خليقة جديدة أنا ما ينفعش إن أنا أسيب صوت إبليس إنه يفرد علي ويقول لي لا ما أنت طول عمرك أنا يعني هو في حد بيغير ارتباعه أنا طول عمري غضوب أنا طول عمري كذا كذا ليه لأننا قبلنا كده لا أنا أحتاج إن أنا أجي ويتجاتت زهني وأقبل من الرب إيه اللي كلمة الرب بتقول عني لأنه مراية الكتاب يقول كده لما حد بيبص في مراية ببص على وجهة خلقته أنا شكلي إيه ولازم أصدقى أنا كده مخلوق على صورة الله في البر والقداسة هذا من بعد ما استرد المسيح الصورة اللي تشوهت الصورة الأصلية استردها الرب يسوع المسيح والشيطان دائما عاوز يدمر يعني هاي صفة الشيطان بقول الكتاب لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره ومرتين بقول يقتنسنا لإرادته يعني حتى الإرادة بتاعتنا بتستسلم وبتتشكل بحسب إرادة الشيطان منصير نصدق الأشياء الخادعة المزيفة المضللة كأنها الأشياء الصحيحة كأنه نبوة إشعية تمت 25 ويل للقائلين عن النور ظلام والظلام نور الخير شر والشر خير المر حلو والحلو مر وده العصر اللي منشوفه إحنا في هاي الأيام إنه بيولد وبعدين مش فاهم الهوية وبحاول مش عارف كيف يحدد أو يختار الهوية اشتركوا في القناة